اما به الرسمي اللي شايفينه هون هون ايش اللي نعمل لحن نثبت الامبار طبع البيز بقيمة معينة ونحاول نغير بالفولتج طبع الكولكتور ونشوف هون مثلا تنقول اذا ثبتنا الفولت على 0.65 شايفين ولي هون 0.65 لانه 2 4 6 0.65 0.65 بين 0.65 و 0.7 بالنصف 0.65 على 0.65 بيكون ماري عنا 10 ميكرو يعني بيكون ماري عنا 10 10 ميلي واضح؟ اذا زدنا الفولت ل 2 فولت على الكولكتور بيمر امبار بهالشكل هيك صح او لا؟ اذا زدنا الفولت لل4 فولت بيضل الأمبار ثابت واذا زدنا الفولت لل 6 بيضل الأمبار ثابت بيضل ثابت الأمبار اذا بيش اسم التلعى هنا بيضل على كار هذه الرسمة التي رسمناها شوفوا ما يحدث منولة يجعل الأمبار يمر من الكولكتور إلى الإمتر ليس هنا الإلكترونات التي تخرج من هنا لما نضع البيض صح أو لا؟ نضع البيض ومستخدام البيض يثبون ولو إنها الإلكترون إذا الفترة تترون إليكتروني إذا كان لديها إليكترون إذا كان لديه إليكترون إذا كانت 12 زادت للـ 14 فولت أساساً 10 إلكترون أساساً 10 إلكترون إذا كانت 14 أو 15 أو 18 أو 20 لا نحتاج أكثر من 9 لأنه أساساً 10 إذا نزلنا 12 إلى 10 فولت فأنا أساساً 10 إلكترون لكن أساساً 10 إلكترون لن نقوم بعمل 8 إلكترون إذا نقوم بعمل 7 إلكترون إذا أردت المصرحة مني إن كانت 7 إلكترون وما سيكون السبع سيبقها كيف نمثل هذه الأيدي؟ نمثل ، هنا نمثل على الرسمي إذا زدنا الفولت على البيز من 0.65 إلى 0.07 زدنا الفولت البيز يزيد ماذا يحدث بالتيار؟ كمان يزيد نفس الشيء إذا انا حضيت 2 فولت بيكون في عندي تيار خلينا نحط بالأخضر تيار بهالشكل هيك لهون صح ولا لا؟ هي نقطة لهون هيك لهون يحي قد ما زدنا الفولتج 4 6 8 إلى 12 تقريبا الأمبار بعضه هو ثابت لماذا؟ لأن الأمبار تبع البيز ثابت الأمبار تبع الكل لكتور سيكون ثابت إذا زدنا الفولتج أكثر إلى 0.75 هاي اللي هون 0.75 أكيد الأمبار بيزيد الأمبار بيزيد وبالتالي بيطلع عنا الأمبار هون كمان بده يزيد و بيطلع عنا جالس هون ليه جالس؟ طالما البيز كارنت ثابت كاللكتور كارنت بدون ثابت مهما زد الفولتج أوكي؟ بيطلع عنا من نحياته بهالشكل إذن شوفوا هالمنحنات اللي شفناها اللي عملناها هون وطلعوا على المنحنات اللي هون صارت تقريبا معروفة شو هي إذن هذه بتمثلي البيز كاركترستيك ما بين الأمبار والفولت هي بتمثل الكولكتور كارنت كاركترستيك وهي بتمثل الكولكتور كارنت كاركترستيك إذن صار في عنا نحنا هون هي واضحة وهي واضحة وهي واضحة مثل ما يوضحني عنها أيام هون ok